بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معنى screwed joints ونستكمل thread terminology النقطة اللي بعد كده معنا هي pitch أو الخطوة the distance from a point on a thread to the corresponding point on the next one طيب بعناء الكلام ده pitch بيرمز لها بالرمز P هي دي ال pitch ودي المسافة ما بين قمة سنة إلى قمة السنة التالية لها أو ممكن من القاع إلى القاع أيضا الليد اللي هو التقدم تقدم بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا لو عملت one turn لفيت لفة واحدة من ال screw add a هيتقدم إلى الأمام أو هيرجع إلى الخلف على حسب اتجاه الدورة the distance between two corresponding points on the same helix ده طبعا بيختلف الليد هنا بيساوي البتش في حالة single start thread وبيساوي ضعف البتش في حالة double start وهكذا the crest the top surface of the thread أو بيمثل the crest اللي هو القمة وده قمة السنة بيمثل قمة السنة الرود أو جذر السنة the bottom surface created by the two adjacent flanks of the thread القاع بتاع السنة ده اللي هو الرود قاع السنة وده اللي بيلتقي ما بين two flanks وهنعرف الفلانك في السليد اللي بعد كده إن شاء الله dips of thread أو عمق القلووز أو عمق السنة the perpendicular distance between the crest and root المسافة العمودية بالطبع عمودية على الأكسس ده ده اللي هو طبعا dips of thread المسافة العمودية ما بين القمة وما بين القاع النقطة اللي بعد كده اللي احنا قلنا عليه من شوية اللي هو بيمثل الوجه بتاع السنة وده طبعا في وجه هنا ووجه آخر النحية التانية والحقيقة لو لاحزنا هنا هنلاحز هنا نشيل الجزء ده عشان نوضح اكتر ان الفلانك ده والفلانك اللي جنبيه على طول اتنين بيشكله هنا زاوية هي دي اللي بقول عليها ودي مهمة جدا في التعريف للقلووز معظم القلووز بيعرف او من ضمن الحاجات اللي احنا بنعرفها به اللي هي الانجل اوف ثريد او زاوية القلووز النقطة اللي بعد كده اللي هي المصطلح اللي بعد كده اللي هو الميل والميل هنا نص الخطوة وايضا بيمثل المسافة الافقية ما بين القمة وما بين القاع هنا المسافة دي المسافة الافقية ما بين القمة وما بين القاع نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله المترجم للقناة